اشتركوا في القناة كنت نغير من حياتي واحد من يوم وكن نقول صفي اليوم سالات الحفلة خاصة سنة نغير خاصة سنة نبدل وكذلك نبدل حياتي كان مجموع من القرارات التي سنكون سارم فيها ونأخذها ونتحدى أي واحد وأي حاجة اللي غتجي قدامي اليوم ما غنهضروا على هذه القرارات هذه خليكم معنا اللي خلصكم تعرفوه ولا اللي غتكونوا ديجا عارفينه هو أن أي رياضة كما بغت تكون دائماً كيكون وراءها مدرب يعني أي رياضي في أي مجال ديال ديال السبور كيكون عنده واحد المدرب هذا المدرب شنو الدور دياله الدور دياله هو أنه كيأطره كيوجهه فدائماً مشي المهم ديالشحال الساعات اللي كتريني فيها ولا شحال الساعات اللي كتدرب هي اللي كتعطي النتائج بينما شكون اللي مورا كيوجهك في ذلك التداريب لأن بعض الأحيان كتقدر تدير تداريب كتقدر تدير مجهودات ولكن كتكون موجهة في طريق الغلط فإنما كان موجهة في لطريق الصواب فدائماً لا تنجح واللي كتابعة للرياضة كتابعة تماماً على مجال الأعمال ففي مجال الأعمال الإنسان على حسب grandparents ن pornography أحد ن اخطي وخشان كم نص اخطي المالية attorney أحد ن supporters في صفحه في صفحه الناس يرد البال من الاستثمار. فكما قلنا يطبق على الرياضة يطبق على مجال الأعمال والناس التي تسمع لهم إذا كانوا ناس ناجحين أوطوماتيكيا ستكون إنسان ناجح. إذا كانوا ناس فشلين فالانطباع الفشل تأخذون عندهم وكتفشل في حياتك في النهاية. وكان واحد المقولة الشهيرة عند غاندي الذي يقول أنك فشكت تأخذ واحد الآراء. هذه الآراء هذه تأخذ أفكار عندك. وهذه الأفكار تأخذ كلمات. وهذه الكلمات تأخذ تأخذ تصرفات. والتصرفات هذه تأخذ عادات. وإذا كانت عادات جيدة أوطوماتيك مون تأخذ القدر ديالك. فالله يخليكم انتبهوا تماما مع منك التعامل وردوا البال من الانطوراج ديالكم لأن الانطوراج مهمة وهو اللي يؤدي بك سواء النجاح أو الفشل. القرار الثاني وهو أن تكون عارف بالضبط شما نريد. في بعض الناس يأتي بك يقول لك أنا بغيت ندير المال. وأخواني أخوة هي ألف درهم هأنتذرتي الفلوس. لكن ماذا ترغب على ندير الفلوس؟ وهذا الفلوس الذي يريد أن يشعلها, وما ترغب بها ، وما ستعيش بها ، أو ستشرك بها الطنبيل ، أو شرير بها ضار ، أي مليون ، ستكون عارف بطبط حجمًا، وماذا يريد ومن ثم من الانطورات ، تماماً لأنه يتقوم بالخلص على سبيل الموضوع لأنه يحذر على سبيل الموضوع ولكن أيضا لم يتعرف كيف يتعرض لك الفلوس و ايضاً لديه القدرات لكي يصل إلى ذلك الذي يتعرض لكي ينحن و ايضاً لديه استطاعة لكي يصل إلى ذلك في ذلك الوقت الذي يريد إصل فيه فهذه الكثير من المسال يجب أن يحددها ويكون عارف مين سوف يصل إلى ترجل. أنا أعطيكم مثال بسيطة كان الكثير من الموضوع يرغبوا بكم هناك فرص الاستثمار مثلاً في دبي هناك ديور يتباعد و تشري دار و ترزيرها و تدوز واحد المدة و تستطيع تبيعها بكثير و ستأخذ الكثير من المنتان ولكن أنا شخصياً ستعرف من يريد أن أذهب و لم أرتاح أن أذهب في واحدة البلاسة واحدة البلاسة اللي بعيدة عليها أصلاً أنا بدلت الدولة و جئت نعيش في كندا اخترت واحد نمط العيش خاص بي والذي أردت والذي أردت يبقى في حياتي أنا مرساح في الراني لماذا ستعرف ماذا يريد؟ هناك الناس الذين لا يعرفون ماذا تريد و تستمرر و تغامر و كل واحد عنده اختيار ولكن كما نقول الخلاصة في هذا الشيء اللي قالت بخص الإنسان يكون عارف ماذا يريد أن تشري تنوبيل؟ ماذا من سيري؟ ماذا من موديل؟ كان يريد مرسيدس كان يريد مرسيدس و كان يريد مرسيدس كان يريد مرسيدس لأن الكثير من الناس يأتي بأن يريد أن يطلق بالفلانية ولكن تطلق بالفلانية سوف يجب أن يطلق بالفلانية سوف يجب أن يطلق بالفلانية فالإنسان يجب أن يكون دائما يحسب ثمان الحاجة حتى حاجة مفابور كان عقل في الثلاث سنوات الأولى في بداية شركة كان عندي واحد النمط من الحياة الغريب جدا وهو أنني كنت نخدم سبع أيام في الأسبوع بعض المرات كان نخدم 12-14-16 ساعة فأنتدخل الضار لأولادين عسوا باسكو كان ندخل مع الطل كان ند الصباح قبل منهم ونجدهم مازال عسين فهذه الأختيارات ماشي سهلة وتضحية ماشي سهلة يجب أن الإنسان يعرف أي حاجة عندها وإنسان لا تأتي بها السهولة فمن كثير الخدمات التي كنت نخدم فبعد الأحيان كنت نعس فوق الكورسي كنت نكتب شيئا أو كنت نقوم بشيئا كنت نعس فوق الكورسي وكنت نقوم بشيئا أو كنت نقوم بشيئا أو كنت نقوم بشيئا من كتر الخدمة والتعب والإرهاق وكتب شيئا فهذه الأمر سهلة وإنسان يجب أن يضحي وصدقوني أن النجاح تمام والثمان غالي وللأسف لا يوجد تقصيد والثمان تدفع وكتب شيئا وكتب شيئا وكتب شيئا فإن لا تستعد أن تضحي فإن لا تستعد أن تضحي وكتب شيئا وكتب شيئا وكتب شيئا وكتب شيئا ونقوم بشيئا ويجب أن تقيمه فإن تقيمه فإن تقيمه في نهاية النجاح وفي اليوم ستكون وستعرف كيفية أجل وكيف أن الفواتير العادية التي ستفعلها في النهاية إدخال المطعم تفعل الفاتورات نهائية وإن تأكمل الفاتورات المتابعة ما تفهم إذا التفتحين فتكس في المطعم ومن ستفعل الفاتورات باستخدام فرحان لأن كيف تفعل الفاتورات جيدة أو كيف تفعل لأنك لا حظه ما أنك لديه السياس وكذلك في النجاح نفس القصة توقع أن الفاتورة التي تخلصها سواء تكون راضية على رأسك حيث تتعلمتي وستفتتي ووصلت إلى واحد المراتب أو لا تخلص فاتورة للأسف التي لا تستهلش ذلك المسار الذي عشته في حياتك نتمنى هذه القرارات تكونوا استفتتوا منها واضحة لكم الرؤية واضحة قدامكم الحلقة الجاية مهمة بزاف دعوكم معنا اشتركوا في القناة